اشتركوا في القناة ارسم كعبا وارسم قبا ورجل قربا كبر هلل ارسم رايا واكتب آيا فيها الغايا وهي الموقع ارسم مسجد حتى نعبد ندعو المنجد عدل عدل هيا أفل ارسم وارسل لول هلل ارسم وارسل هيا أفل ارسم وارسل لول ارسم وارسل السلام عليكم اصدقائي كيف حالكم؟ انتم اليوم مع مرنامج ارسم وارسل السلام عليكم يا ابنتي كيف حالك؟ اهلا بك يا جدي انا بخير وانت بخير الحمد لله قولي يا اصدقائنا بان لدينا الكثير من الرسومات اليوم اتل اتل ايها الاصدقاء لدينا الكثير والكثير من الرسوم لهذا اليوم هيا بنا اصدقائي لنرى ماذا ارسل اصدقائنا المشاهدون هيا بنا هيا بنا هيا يا الله يا لها من بطيخة كبيرة نعم بنيتي انها بطيخة جاهية حقا اريد ان اتناولها هم 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 جدي ولكنها صورة اوه نسيت اذلك حقا انها حقيقية شكرا شكرا لك يا احمد على هذه البطيخة ولكن بنيتي ولكن بنيتي هل انت تحبين البطيخة الاحمر او البطيخة الاصفر احب الاثنان اه نعم الاثنان شكرا لك يا احمد شكرا 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 من هذه البطيخة والان هيا ابنتي لنرى الصورة التالية قوس 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 الرحمن قوس 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 رحمن منيتي انظري الى هذا قوس الرحمن كم هو جميل أجل أجل يا جدي إنه جميل حقا لدي الكثير من الألوان أجل يا بنيتي أتعلمين أن قوس الرحمن هو يظهر في السماء بعد انتهاء هطول الأمطار أتعلمين ذلك يا بنيتي لعم نعم كنت أعلم ذلك من قبل يا جدي أحسنت يا بنيتي أعلم بأنك فتاة ذكية أعلم ذلك أجل أجل أنا ذكية انظري انظري بنيتي كم هذه البيوت كبيرة وعملاقها انظري بنيتي أجل أجل إنها كثيرة أيضا نعم بنيتي وانظري إلى تلك الشمس المشرقة إنها أشرقت بعدما انتهى الأمطار من الهطول أجل أجل إنها شمس مشرقة شكرا شكرا لك يا سمير على هذه المدينة الجميلة وعلى هذا قوس الرحمن إنك أبدعت في الرسم شكرا لك يا سمير شكرا شكرا يا سمير إنك مبدع والآن يا بنيتي ننتقل إلى الصورة التالية هيا بنا أنا الغراب أنا الغراب أنا الغراب جدي ما رأيك أن أكون الغراب أجل بنيتي تستطعين أن تكون الغراب ولكن ولكن احذري لا تسرقين منا الجوز والأشياء الثمينة لن أفعل ذلك يا جدي لا تخاف إن الغراب إن الغراب طيب خجون جدا وهو يهرب منا عندما نقترب إليه لا أعلم لماذا إنه لطيف جدا نعم نعم لطيف بالرسم طبعا يا بنيتي أتعلمين إن جمال أرسل لنا هذا الغراب ويقول أنا أحب الغراب كثيرا وإني رسمت هذا الغراب وأبعثه إلى جميع أصدقائي شكرا لك يا جمال شكرا يا جمال لقد لونت الغراب بشكل رائع أحسنت يا جمال والآن يا بنيتي هل نذهب إلى الصورة التالية؟ أجل أجل أنا متشوقة جدا هيا هيا بنا هيا بنا بنيتي يا الله انظري بنيتي انظري إلى هذا الفتى وهو يقرأ القرآن أحسنت يا حسين على هذه الرسمة أحسنت أحسنت يا حسين أحسنت وأنت يا بنيتي عندما أشاهدك تقرأين القرآن إنني أستمتع كثيرا أتعلمين ذلك؟ أجل أجل يا جدي عندما أقرأ القرآن أشعر براحة أجل يا بنيتي فإن قراءة القرآن يلهم الإنسان الصبر ويلهم الإنسان الطمأنينة أتعلمين ذلك؟ أجل أجل كنت أعلم ذلك من قبل يا جدي بارك الله فيك يا بنيتي وبرك الله فيك يا حسين على هذه الرسمة شكرا لك يا حسين شكرا 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 يا حسين والآن يا بنيتي ننتقل إلى الصورة التالية هيا بنا جدي جدي عندما كنت أمشي في الشارع لقد رأيت بطة تشبه هذه التي في الرسمة حقا يا بنيتي إنها بطة جميلة جدا ما بغ 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 أظن هذا هو صوت البط أجل أجل يا جدي انظر إلى هذه البطة كم هي جميلة وهي صفراء اللون نعم يا بنيتي ولونها يشبه لون الشمس كم هو جميل 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 شكرا شكرا لك يا أمين على هذه البطة صفراء شكرا لك يا أمين واق 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 كم هو جميل صوت البط إنني أحب أني أحب البط عندما يسبح في الماء وعندما يأكل الأسماك هام 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 أحسنت يا أمين على هذه الرسمة والآن لنتقل إلى الصورة التالية هيا بنا يا جدي هيا انظر يا بنيتي إلى هذه البالونات كان هنا جميلات أجل أجل يا جدي جميلات جدا أتعلمين يا بنيتي إن للبالونات ألوان كثيرة وهي جميلة عندما تطير في السماء إنها ممتع حقا أجل أجل يا جدي إنه يحول الكثير من الألوان الجميلة والزاهية ولكن عندما نسعد فيه ونطير في السماء يكون المنظر من الأعلى مخيفا جدا أجل بنيتي فإن المناظر من هناك لا تبدو للأطفال جيدة لأنها تصيبهم بالغثيان والدوران ويكونون في حالة رعب وخوف أجل أجل يا جدي ولكن يا بنيتي إن منظر البالونات هي التي تعطي للسماء منظر رائح عندما تطير كلها شكرا وشكرا لك يا حوراء على هذه الرسمة شكرا لك على هذه البالونات شكرا 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 لك شكرا لك على هذه الطيور الزاهية أحسنت يا زينب في رسم هذه الطيور ونتمنى أن ترسل لنا المزيد في برنامج ارسم وارسل ارسلي ارسل لنا شكرا لك يا زينب مرة أخرى شكرا يا زينب شكرا شكرا ولان يا بنيتي هل أنت متحمسة لنرى ماذا أرسل لنا يوسف أجل أجل أنا متحمسة ومتشابقة هيا بنا يا بنيتي هيا بنا يا بنيتي يا جدي أحسنت يا يوسف كم هذه المزرعة جميلة من عين لك هذا يا يوسف إنك مبدع حقا إنك صديق البرنامج وأنت ترسم أجمل الرسومات شكرا لك يا يوسف انظر يا بنيتي إلى هذا المنزل الأحمر الجميل انظر إليه كم هو كبير 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 جدا وانظر إلى المزرعة يا جدي انظر إلى السماء وانظر إلى الغيوب كم هي جميلة في الرسمة يا الله كم هي جميلة أحسنت يا يوسف عاشت يدك يا يوسف والآن يا بنيتي هل أنتقل إلى الرسمة التالية هيا بنا هيا يا جدي 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 أريدك أن تكتري لي مروحية كهذه التي رسمها أزهر مروحية يا بنيتي ولكنك صغيرة جدا على المروحية ولكن عندما تكبرين عندها أفكر في شراء المروحية لك ولي لكن يا جدي قصدت مروحية لعبة وليست من هذه المروحيات الكبيرة يا جدي يا جدي عندما قلت لي مروحية أظل أنتك تقصدين مثل هذه المروحيات التي تطير في السماء وهي حقيقية وكبيرة وهي خطيرة لا يا جدي لا يجب أن نركب بهذه المروحيات لأنها خطيرة أحسنت يا بنيتي هذه المروحيات تستخدم فقط للكبار وهم يعرفون كيف يطيرون بها لأنهم يقضون حياتهم في دراسة كيفية ركوب هذه المروحيات وعندها يحصلون على إجازة طيران وهكذا يستطيعون أن يطيرون ولا يمكن لأي أحد مننا أن يطيروا في هذه المروحية بكل سهولة أجل أجل يا جدي أعلى مدالك والآن لنشكر صديقنا أزهر لأنه رسم هذه المروحية الجميلة أنا أتوقع أن أزهر يريد أن يصبح طياراً ونتمنى له أن يصبح طياراً مايراً شكراً لك يا أزهر نتمنى لك ذلك يا أزهر شكراً 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 لك والآن يا بنيتي لنتقل إلى الرسم الأخيرة هيا هيا يا بنا أسماك 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 حمراء بنيتي تعلمين عندما أرى الأسماك وهي تخرج من فمها تلك الفقاعات الصغيرة إنني أستمتع كثيراً أجل أجل يا جدي إن الفقاعات جميلة حقاً تعلمين يا بنيتي إن الأسماك الحمراء هي تفتخدم كأسماك زينة وتوضع في البيوت وعندما يرونها الأطفال يستمتعون كثيراً مثلنا حقاً يا جدي إذن أريدك أن تشتري لي من هذه الأسماك الحمراء الجميلة يا الله أنت كثيرة الطلب ولكن حسناً سأشتري لك مثل هذه الأسماك شكراً 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 لك يا جدي والآن انظري وانا أفتر في مكاني كما جميل من هذه الأسماك الحمراء أجل أجل أنت جميل يا جدي شكراً لك يا عزيزتي والآن ننتقر إلى الفقرة النهائية هيا بنا جدي لقد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة لذا يجب علينا أن نقرأ أسماء المشاركين في برنامجنا بالتأكيد يا بنيتي بالتأكيد نشكر أحمد على البطيخ الحمراء ونشكر السمير لأنه رسم قوس الرحمن ونشكر جمال على هذا الطائر الجميل الصغير ونشكر حسين لأنه لون هذا الفتى الذي يقرأ القرآن وشكراً لك يا أمين على البطة الصفراء كمية جميلة شكراً يا أمين شكراً شكراً لك يا حوراء لأنك رسمت هذه البالونات الملونة والطيور الجميلة الطيور الطيور شكراً لك يا زينب على الطيور شكراً لك يا يوسف لأنك رسمت هذا البيت الأحمر الكبير والمزرعة وكم أنت مبدع يا أزهر كم أنت مبدع على هذه الطائرة التي تطير في الجو زمية شكراً لك لأنك رسمت هذه الأسماك الحمراء حسناً أصدقائي سنلقاكم في الحلقة القادمة على بركة الله وأنتم ترسلون لنا المزيد من الرسومات الجميلة نعم يا بنيتي لنودع أصدقائنا المشاهدين حسناً سأشتاق إليكم كثيراً أيها الأصدقاء إلى اللقاء إلى اللقاء هيا أقبل أرسم ورسل لو نغلل أرسم ورسل خذ ألوانك مع إخوانك أو أقوانك حتى نكمل ارسم خطاً لو شطاً واجعل بطن فيها تخسل ارسم طابة والأحبابة راحة وغابة نحو المحفل ارسم كعبة وارسم قببة ورجل قربة كبر هلل ارسم رايا واكتب آيا فيها الغايا هيا أقبل أرسم ورسل لو نغلل إرسم ورسل هيا أقبل أرسم ورسل لو نغلل إرسم ورسل اشتركوا في القناة